مؤتمر نظمه المجلس الأعلى للمقاومة الإيرانية تحت عنوان النساء ضد التطرف كان فرصة للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران وكذلك منبرا للتعليق على نتائج الانتخابات التي يراها الحاضرون أنها مجرد سيناريو مفبرك ولن تكون صفحة جديدة في تاريخ النظام الإيراني كما يروج لها إن هذه الانتخابات مجرد أجذوبة ولعبة من ألعاب النظام الإيراني الذي ما زال يقتل ويعدم شعبه كيف لنا أن نصدق أنها انتخابات ديمقراطية وهم أعلنوا عن نتائج قبل أيام الانتخابات وإن اختلف المشاركون في هذا المهتمر في لغاتهم وجنسياتهم إلا أنهم اتفقوا على أن نظام الملالي لا يزال يساهم في تصدير الإرهاب والتطرف للمنطقة وهذه الانتخابات ما هي إلا خطة جديدة يحاول من خلالها النظام في طهران تلميع صورته وتصنع الديمقراطية معناه أن النظام يريد أن يوحي بأن هناك نظام ديمقراطي لكن ظاضح جدا أن هذا الكلام لا ينتلي على أحد لأن نظام ولاية الفغي الدكتورية الدينية المطلقة التي فيها كل الصلاحيات لخامني بولاية الفغي وكل المناهل حياة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية وغيرها بيد بولاية الفغي ومصد بولاية الفغي فلا مانا للانتخابات وبحسب متابعين للشان الإيراني فإن التلاعب بقوائم انتخابية ونتائج انتخابات ليس جديدا على نظام مزال يقمع شعبها ويبث سمومه في منطقة الشرق الأوسط لتدميرها وإرساء الخراب فيها مسرحية انتخابية هكذا وصف الحاضرون اليوم الانتخابات في إيران التي لا يرونها إلا محاولة تضليل وتغطية على نظام جرائمه لا تعد ولا تحصى لقناة الإخبارية هدى فتوان باريس